فيلمنا النهاردة بيبدأ بمزيع في برنامج تلفزيوني وهو بيتكلم عن قصة حياة الممثل برات أيام ما كان لسه طفل صغير وعنده متابعين ومعجبين كتير من كل ما كان في العالم وبيكمل كلامه بيقول إنه لما بقى مراهق الناس رفضوا شكله جداً وبقوا بيتنمروا عليه وده كان السبب في إن المسلسل بتاعه يتلغي ومن بعدها بيتحول برات من ممثل لأدوار الشر الشرير حقيقي وبعدها بنشوف برات بعد ما كبر وهو ركب اللنش الصغير بتاعه بيقول روبوت المساعد بتاعه إنه هو لما كان بيمثل أدوار الشر كان بيستمتع لكنه لما بقى شرير حقيقي استمتع أكتر بكتير وبيقرب برات باللنش بتاعه من سفينة عملاقة وبينزل المياه وبيعوم بسرعة كبيرة وبيقدر إنه يوصل للسفينة بكل سهولة وبيبدأ إنه يهاجم الحراس اللي على السفينة باللبان بتاعه اللي بيكبر جداً وبيخلص على كل الحراس وبنروح بعدها لمنظمة مكافحة الأشرار اللي بيكونوا مرأبين السفينة دي لإنها موجودة عليها ألماسة غالية جداً ولما رئيس المنظمة بيكتشف إن برات بيحاول إنه يسرق الألماسة بيأمر الجواسيس إنهم يتحركوا بسرعة وفعلاً بيتحرك جروه ولوسي ومعهم اتنين من المينيونز بغواصاته وبيعوموا فيها بسرعة كبيرة جداً في المياه وبنرجع تاني لبرات اللي بيكون خلص على كل الحراس اللي على السفينة وبيقدر كمان إنه يدمر الخزنة اللي فيها الألماسة وبياخدها وبيمشي وبيفضل اللبان اللي كان برات بيستخدمه يكبر لدرجة إنه بياخد السفينة وبيتير ولما جروه ولوسي بيشوفوا إن السفينة بدأت تتير بيحولوا الغواصات بتاعتهم لدرجات بتجري بسرعة أكبر على المياه وقبل ما برات يهرب بالألماسة بتقدر لوسي إنها تساعد جروه إنه هو يطلع فوق السفينة وساعتها بيبدأ جروه إنه يهجم على برات وبيقدر إنه يوقع المسدس بتاعه لكن وقتها بيستغل برات إن جروه بيكلمه وبيوقع السلاح بتاعه هو كمان فبيضربوا جروه دربة قوية جداً بتوقعوا على الأرض وبياخد الألماسة من برات وبيكلم المنظمة بتاعته علشان يجوا يقبضوا عليه لكن فجأة بيفوق برات وبيهجم على جروه بسلاح الجتار بتاعه اللي بيعمل موجات كهرومغناطيسية بتطير جروه لبعيد لكن في الآخر بيقدر جروه إنه يمسك في جزء من السفينة وقبل ما برات يروح ياخد من جروه الألماسة بيوصل أعضاء المنظمة فبيضطر برات إنه هو يسيب الألماسة ويهرب وبالرغم من إن جروه قدر إنه يرجع الألماسة إلا إنه كان حزين جداً لإن برات هرب منه وبنشوف جروه هو ولوسي بعد ما بيروحوا المقار المنظمة اللي بيكون عبارة عن منطات ضخمة جداً وهناك بنشوف رئيس المنظمة وهو عامل اجتماع علشان يقول للموظفين إنه هو هيتقاعد وإن فالري هتبقى هي رئيسة المنظمة الجديدة وبيكون أول قرار فالري بتاخده هو إنها بترفض جروه لإنه مقدرش يقبض على برات وساعتها بتدخل لوسي وبتقول لها إنه هو قدر يرجع الجوهرة تاني وإنه هو لو ترفض هي كمان هتمشي فبترميهم فالري هما الاتنين من المنطاد وبالليل بيروح جروه ولوسي للبيت وبيكون جروه متضايق جداً لإنه خسر شغله ولما بيدخلوا هما الاتنين للبيت بيلقوا إن البنات عاملين حفلة فبيستغل جروه الفرصة وبيقول لهم إنه هو ولوسي اترفضوا من المنظمة فبيتضايقوا البنات جداً لما بيعرفوا اللي حصل وبعدها بيروح جروه للمنيونز وبيسألهم عن دكتور نيفاريو اللي بيكون جمد نفسه في مادة استخدمها في آخر تجربة كان بيعملها وإنه مستحيل يخرج منها تاني وساعتها بيقول جروه للمنيونز إنه هو ترفض من المنظمة وإنه كمان مش هيقدر يكون شرير مرة تانية فبيتضايقوا كل المنيونز وبيسيبوه وبيمشوا معدى اتنين منهم بيكونوا جايين متأخر وساعتها بيقول لهم جروه إنه هو رقاهم علشان ما يمشوش ومن ناحية تانية بنروح لبريس وهناك بنشوف خبير المجوهرات وهو داخل متحف اللوفر وبيقول لمدير المتحف إنه هو شاكك إن الألماسة اللي جات لهم مزيفة فبياخدوا مدير المتحف على المكان اللي موجودة فيه الألماسة ولما بيوصلوا لهناك بيستخدم الخبير إبر بتقدر إنها تخضر المدير وكل المساعدين وفي الوقت ده بنكتشف إن خبير المجوهرات بيطلع هو برات وكان متنكر في شكل خبير المجوهرات واللي بيسرق الألماسة بسرعة وبيهرب وفي تاني يوم بيتضايق جروه لما بيعرف إن برات سرق الألماسة وبيتضايق أكتر لما بيشوف أجنس وهي بتبيع الألعاب بتاعتها ولما بيسألها جروه عن السبب بتقوله أجنس إنها عملت كده علشان تساعده لإنه ما بقاش يشتغل وفي الوقت ده بيجي راجل عجوز وبيحاول إنه يتكلم مع جروه اللي بيفتكره جاي علشان يشتري ألعاب أجنس فبيديله جروه صاروخ بياخده بيطيره بعيد لكن بعدها بيرجع الراجل ده مرة تانية وبيقول لجروه إن هو مساعد أخوة توقم دروه وإن هو جاي علشان يبلغوا إن دروه عايز يقابله في مدينة فريدونيا لإن والدهم مات وساعتها ما بيكونش جروه مصدقوا لحد ما المساعد بيوريله صورة ليه هو وأخو دروه سوا وهم صغيرين فبياخد جروه الصورة دي وبيروح لوالدته وبيسألها إذا كان هو عنده أخي توقم فبتقول لوالدته إنه فعلاً كان عنده أخي توقم وإن هي والده انفصلوا واتفقوا إنه كل واحد فيهم ياخد طفل وما يشوفوش بعض تاني فبيفرح جروه جداً لما بيعرف إنه عنده أخي توقم وبيركب هو ولوسي والبنات واتنين من المينيونز طيارة وبيروحوا الفريدونيا ولما بيوصلوا لهناك بيتفاجئوا لما بيشوفوا عدد كبير جداً من الخنازير وبيقول مساعد دروه لجروه إنه هم عندهم أكبر مصدرعة خنازير في فريدونيا وبتنبير لوسي جداً هي والبنات لما بيشوفوا القصر اللي دروه عايش فيه وبييجي دروه اللي بيكون شبه جروه جداً لكنه عنده شعر وبيكون دروه فرحان جداً لأنه أخيراً شاف أخوه التوقم وبيطلب دروه من لوسي إنها تاخد البنات ويروحوا مع المساعد بتاعه لأنه عمل لهم مفاجئة وبعد ما بيمشوا بيروح دروه وبياخد أخوه هو والمينيونز المكان سري وفي المكان ده بيشوف جروه تمثيل لعيلته اللي بيكونوا كلهم شبهوا جداً وساعتها بيقول دروه لأخوه إن مزرعة الخنازير دي مجرد تمويه على شغلهم الحقيقي وبيفتح دروه باب سري بيوصلهم لمكان سري موجود فيه أسلحة كتير متطورة جداً ولما جروه بيسأل أخوه عن المكان ده بيقوله دروه إن ده المقر السري بتاع والدهم وبيعرفوا إن والدهم كان أعظم شرير في كل العصور فبيفرح جروه جداً لما بيعرف من أخوه إن والده كان فخور بيه جداً وبكل الجرائم اللي كان بيعملها وبيقوله إن والده ما كانش بيحبه هو لأنه كان فاشل ومقدرش ينفذ ولا عملية سرقة ووقتها بيطلب دروه من أخوه إن هو يعلمه إزاي يكون شرير ناجح زيه لكن جروه بيرفض وبيقوله إن هو تخلى عن حياة الشر بعد ما تبنى البنات فبيفضل دروه يحاول إن هو يقنعه بيوريله عربية والدهم الدهبية فبينبهر جروه جداً لما بيشوفها وبينبهر أكتر لما بيشوف سرعتها وعدد الأسلحة والصواريخ اللي موجودة فيها وبعدها بيروح دروه يسرق حلويات من عربية أطفال وساعتها بتبدأ الشرطة إنها اطردهم فبيسوق جروه العربية وبيجري بيها بسرعة كبيرة جداً في شوارع المدينة وبيحاول العربية الحفارة وبيحفر الأرض وبيقدر إنه يهرب من الشرطة وبينزل بيها في المياه وبيحاولها المركب وبياخدها وبيمشي وبنروح بعدها اللوسي والبنات اللي بيكونوا بيتفرجوا على المدينة وبتروح أجنس لمحل مرسوم عليه وحيد القرن وبتسأل صاحب المحل على مكان وحيد القرن الحقيقي فبيقول لها صاحب المحل إنه هو بيكون موجود بس في الغابة فبيتريق عليه كل اللي موجودين في المكان لإن وحيد القرن حيوان خيالي ملهوش وجود لكن أجنس بتكون مصممة على إنه موجود وبتقرر إنها تروح لغابة علشان تجيب واحد وساعتها بتيجي لوسي وبتاخدها هي والبنات وبيمشوا ومن ناحية تانية بنشوف المينيونز وهم ماشيين في الشارع وبيكونوا جعنين جداً وفجأة بيشوفوا موتوسيكل موجود عليه بيتزة فبيجروا وراب سرعة لحد ما بيقتحموا برنامج للمواهب فبتيجي الشرطة وبتقبض عليهم وبنرجع بعدها لجرو وأخو درو اللي بيفضل يترجع إنهم يسرقوا حاجة واحدة مع بعض وبيقولوا إنه هو أكيد في حاجة عاوز يسرقها فبيفكر جرو شوية وبيقولوا إنهم ممكن يسرقوا أغلى ألماسة في العالم فبيفرح درو جداً لإنه أخيراً هيسرق حاجة مهمة ومن ناحية تانية بنشوف برات اللي بيقرر يستغل الألماسة اللي هو سرقها وبيصنع راجل آلي ضخم علشان يدمر بيه هوليوود زي ما كان بيعمل في المسلسل بتاعه وبنشوف المينيونز من تاني واللي بيكونوا تسجنوا بسبب اقتحمهم لبرنامج المواهب وبنعرف إن المينيونز قدروا إنهم يسيطروا على السجن بالكامل وبيضربوا كل المساجين وكمان بياخدوا منهم كل الفلوس والذهب والألعاب اللي معاهم وساعتها بيفتكروا جروه وبيعرفوا إنه هو كان أفضل واحد بيعملهم فبيقرروا إنهم يرجعوا له تاني وبيروحوا يسرقوا الحمامات والغسلات ولبس المساجين وكمان كل المراوح اللي موجودة في السجن وبيصنعوا طيارة علشان يهربوا بيها من السجن وفعلا بينجحوا في إنهم يهربوا وبنرجع تاني لجروه وأخو دروه وهما بيعملوا خطة علشان يسرقوا بيها الألمسة من برات وبينبهر جروه جدا لما بيشوف بيدا الوالده اللي كان بيسرق بيها وبيلبس هو البدلة السودة وأخوه بيلبس البدلة البيضة وبيركبوا العربية وبيمشوا وفي الوقت ده بتشوفهم لوسي وبتفهم إنهم رايحين يسرقوا حاجة وفي الطريق بيظهر درو وهو سعيد جدا لإنه أخيرا هيسرق أغلى ألمسة في العالم على عكس جروه اللي بيتخيل نفسه هو بيرجع الألمسة لمنظمة مكافحة الأشرار علشان يرجع هو ولوسي الشغل من تاني ولما بيوصلوا هما الاتنين لمقر برات بيطلب جروه من أخوه إنه يستنى في العربية لحد ما يسرق الألمسة ويرجعله لكن دروه ما بيسمعش الكلام وبيروح وراه وقبل ما يوصله بتظهر صواريخ كتير متوجهة نحيته وساعتها بيطلب جروه من أخوه يفع على الميزة التخفي اللي موجودة في البدلة وفعلا بيقدر دروه إنه يخضع الصواريخ وبيساعده جروه وبيدخله المقر بتاع برات من فتحات التهوية وبيتفاجئ جروه لما بيشوف عدد كبير جدا من ألعاب البنات الصغيرة وبيفضلوا يستكشفوا المكان لحد ما بيوصلوا للمختبر اللي برات بيصنع فيه اللبان وهناك بيروح جروه وبيشوف برات وهو بيتكلم عن الآلي العملاق اللي هو صنعه علشان يدمر به هوليود وفي الوقت ده بيروح جروه ويأكل كتعة لبان من اللي بتكبر بسرعة فبيجري جروه على أخوه بسرعة علشان يساعده وساعتها بيسمعهم برات وقبل ما يقتلهم بيستغل جروه اللبان اللي أخوه أكلها وبيلزق برات في الحيطة وبياخد منه الجوهرة وبيهرب فبيأمر برات الألعاب إنها اطاردهم وفعلا بتبدأ كل الألعاب اللي هو صنعها إنها اطاردهم لكن وقتها بيقدروا الأخوين إنهم يهربوا منهم ولما بيخرجوا من المقر بيتفاجئوا إنهم خلاص هيقعوا على معادن حدة جدا لكن وقتها بتيجي لوسي وبتنكزهم في آخر لحظة وبتاخدهم في الطيارة وبتهرب من كل صواريخ برات ولما درو بيعرف إن أخوه جروه ناوي رجع الألماسة لمنظمة مكفحة الأشرار بيتضايق جدا ولما بيرجعوا البيت بيحاول دروه إنه ياخد الألماسة من أخوه لكن جروه بيرفضوا إن يدهاله وبيقولوا إنه هو فاشل وإنه كان هيتسبب في فشلهم وبيسيبوا وبيمشي فبيحزن دروه جدا لما بيسمع الكلام ده وبيروح جروه بعدها الأجنس واللي بتكون قاعدة بتلعب مع وحيد القرن اللي هي لقيته في الغابة فبيقول لها جروه إن دي مجرد معزة لكن بقرن مكسور فبتفرح أجنس وبتقوله إن دي أفضل معزة في العالم وفي الوقت ده بتروح لوسي وبتاخد الجوهرة من جروه وبتطلب منه يجيب الشنط وبتاخد البنات وبتروح تركب الطيارة وأول ما بتقفل الباب بنكتشف إن برات كان متنكر في شخصية لوسي وبيخطف البنات وبيهرب ولما جروه بيروح يجيب الشنط بيتفاجئ بوجود لوسي في الدلاب وساعتها بيعرف إن برات سرق الألماسة وخطف البنات فبيروح جروه لأخو دروه علشان يساعدهم وبالرغم من إن دروه كان متضايق من أخوه إلا إنه بيوافق إن هو يساعدهم علشان ينقذ البنات وده بيخلي جروه يعتذر له عن الكلام اللي قالهوله وفي الطريق بيقابلوا المينيونز اللي أول ما بيشوفه جروه بيروح وراه وبنروح بعدها لبرات اللي بيكون بدأ يدمر في هوليوود باستخدام القالي العملاق واللبان بتاعه اللي بيكبر بحجم كبير ولما جروه وأخوه دروه ولوسي بيوصلوا للمدينة بيشوفوا إن برات ساب البنات على سطح برج عالي فبتروح لوسي علشان تنقذهم وبتجري بسرعة على الليبان وبتقدر إنها تنقذهم قبل ما يقعوا من على البرج وبيبدأوا الأخوين جروه ودروه إنهم يهاجموا برات بالأسلحة اللي في العربية وبيقدروا فعلا إنهم يوقعوا القالي بتاعه لكن بيقدر برات إنه يقوم مرة تانية وبيهاجمهم بالألعاب الصغيرة اللي بتقدر إنها تدمر العربية فبيضطروا الأخوين جروه ودروه إنهم ينطهم العربية قبل ما تنفجر وبيقع جروه على الأرض وبيفقد الوعي على عكس دروه اللي بيستخدم البدلة بتاعته وبيوصل للآلي وكمان بيقدر يعطلوا قبل ما برات يقتل جروه بالليزر بتاعه ولما بيفوق جروه بيلاقي إن الآلي تدمر فبيروح بسرعة علشان ينقذ أخوه لكن وقتها بيلاقي إن برات لسه عايش وساعتها بتدور بينهم معركة كبيرة وبينجح جروه في إنه هو ياخد الجتار بتاع برات وبيهاجمه بالموجات الكهرومغناطيسية اللي بتطياره بعيد ولما جروه بيروح يدور على أخو دروه بيلاقي لسه عايش فبيحضنه وبيشكره لإنه أنقذ حياته وأخيراً بيقدروا الأخوين إنهم ينقذوا المدينة ولما بيروحوا للبيت هما والمينيونز بيطلب جروه من أخو دروه إنه ما يحاولش يكون شرير لإنه رجع للشغل تاني لكن دروه ما بيسمعش الكلام وبياخد المينيونز وطيارة جروه وبيمشي علشان يخوض هو كمان رحلته في إنه يكون أعظم شرير في العالم الملخص ده بصوت لمياناجيب وكتبوا منتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملوا لنا سابسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام